اشتركوا في القناة 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 أعتقد أن اليوم العالم للمرأة هو يوم لتقييم العصان يعني أولاك تبدينا أنجزناها ونقيم لنفرناها السنة الماضية كانت تحديات بالنسبة للنكاء على أكثر من مستوى من ناحية الحجر بخطر الكورونا المساعة في الممكبير في الأطقم الصبية في المستشفيات وكممرضات بالإضافة إلى زيادة العزق المنزل يعني الحضانات أغنقات المدار الأغنقات والأطفال موجودين في البيت فلي الوضع بالإضافة لانتزامها إذا كانت سيدة عاملة فكان ضغط مضاعف عليها أيضا من ناحية الاقتصادية المشاريع الصغيرة اللي تقودها نكاء تضررت جدا بسبب الكورونا لأن كانت في حضر تنقل وأغنب هذه المشاريع كانت تعتمد على مسألة التوصيل للزبائن فكانت في صعوبة بالإضافة للسيدات اللي هما الأكثر تضرر من الحرب وزادت كورونا زادت وضع حمسوق نابحات فقيدات المعين اللي ما عندهاش مصدر رزق أيضا تضرروا من كورونا فكل هذه التحديات وجهتها نشاء أعتقد بشجاعة بشجاعة لأن لاحظوا أن فيه ثيابة لعمل منظمات المجتمع المدني كعب المصطبية السيدات في المستشفيات تم اغطر عمل برغم أنه فيه خطر كبير عليهم ولكن استمروا فيه في أماكن عملهم بالإضافة لانتزاماتهم المنزلية كما ذكرت تابعاً نعم طيب أستاذة خديجة يعني نعلم بأن المرأة الليبية لديها تاريخ كبير جداً من الكثير من السنوات لغاية يومنا هذا كان لها دور في كل المراحل اللي مرت بها ليبيا سواء كانت تاريخية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية في التورة كان لها دور في فيروس وجائحة كورونا أيضاً كان لها دور لماذا عندما تصل بس إلى نقطة ربما أن تصل إلى دور قيادي كبير سواء كان فيه ربما نقوله في أدوار قيادية في الحكم أو في المناصب زي ما نقوله القيادية والسياسية لا نجد مرأة موجودة ربما القليل النادر يعني هذه الإشغاليات إن الأدوار اللي تقدمها النساء خاصة في حالات عدم الاستقر تنفى عند مخاولة أو عند توزيع أو اقتصام نتائج هذه المراحل نعم حصول المرأة للمناصب القيادية دائماً تواجهها تحديات مزبوط تحديات كبيرة تحت عنوين مختلفة نعم مثل ماذا هذه العنوين مثل ماذا تهجم المرأة التي تحاول أنها تكون موقفة في لماذا المرأة أثبتت حقها في كل المجالات إذن لماذا هذا الهجوم ومن من برأيك أنه عندك منظومة بطريقية لازالت قائمة على فكرة إن الرجل هو أحق بالقياد هد الإضافة تسير الدينية مغلوطة لإقصاء المرأة مزبوط تجد على هذا الأعراف المعين التي قد تقع جداً إن الهجوم الذي يوجه ضد المرأة هجوم هجوم يتقصدها يعني هم هجوم هم لها وقت فيها أن المجتمع لا ينصرها لا يدعى بمواجهة هذا البشور نعم فتلجى أنها مضطرة أن تأخذ خطوة إلى الولا هذا الحجم الجاهد يوافع أو يقابل عدم وجود دعم وردع لهذه المفاهم أعتقد أننا ممكن في اليوم العالم يتذكير بأهمية أن يمكن النساء ولد عنهم وإن نوشهم عنهم أنا حاب أنا حاب بس نضيف حاجة لكلامكم اللي توصلت سواء من عبير أو حتى من كنتي أستاذة خديجة هو إن في نقطة مهمة جداً إن النساء في كورونا كان عندهم نسبة كبيرة من الإنجازات وهذا أكيد معروف للعالم كله لكن الشي المؤسف إن في هلبة نساء اتعرضوا لعنف كبير وهذا لوثقاتها تقارير دولية نظراً للحجر المنزلي فالنساء طول الوقت في المنزل وأزواجهم أو حتى أخوتهم وحتى أباهم كانوا موجودين في المنزل فتعرضوا زادت نسب العنف المنزلي بشكل كبير خلينا بش نكملوا في السياق هذا بش نرجعنا نناقش النقطة هذه حتى نقاط تانية لكن خلينا نوهبس على ورشة العمل أو الإيفنت اللي دارتها درتوه أنتم مع منظمة الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي اللي استعرض دور الليبيات خاصة في مواجهة فيروس كورونا خلونا شوية نشوفوا من الفعالية ونرجعون نكملوا معك ستادة خديجة أكيد المرأة لها دور كبير داخل وزارة الداخلية سواء كانت داخل وزارة الداخلية أو أي موستصة من الموستصات الحكومية للدولة المرأة اليوم المرأة تمثل المرأة القيادية داخل أي مؤسسة داخل وزارة الداخلية المرأة لها شان كبير في وزارة الداخلية تعتبر المرأة لها فاعلية أو لها مهامها داخل القيادات النسائية في كل مجالات المؤسسات الحكومية للدولة الجلسة الحوارية اليوم برعاية اليون دي بي لإحياء احتفالية اليوم العالمي للمرأة نقوله لكل نساء العالم كل سنة وانتوا طيبين وللمرأة الليبية خاصة دمتي قوية دمتي ناجحة دمتي مميزة تتغلب على كل الصعاب طيل فترة العشر سنوات من أزمات وحروب متتالية للمرأة دور فعال كبير سواء على المستوى المحلي أو المستوى الوطني لذلك نقول للمرأة دور فعال على المستوى المحلي على المستوى الوطني نأمل أن تكون النساء لها دور فعال وأنها توصل للمناصب القيادية هذه حتى يعمل تقديم الخدمات هذه على كل الترابليب إذن مشاهدين زي ما شفنا الكثير من النساء الليبيات أكيد أثبتنا وجودهم بصراحة في كل المجالات في ليبيا زي ما قلت في مختلف المراحل التاريخية أستاذة خديجة ما زلت معنا أستاذة خديجة نعم كان في هاشتاغ مؤخرا تحت عنوان قدها احكينا عن هذا الهاشتاغ أكثر وعن الفكرة هو فكرة أن المرأة قادرة على أن تختار وجادرة على أنها تختار تحدي اللي هي تنوي إلا تخوضها هو تركيز على أن كل النساء الليبيات قادرات وإنها جد نحن نرعان في المصطلح وإنها جدها لو نقولوا أن كلان جدها أو كلانا جدها جدها معناها إذا قررت نفسك وطهي فضوء على قدرة النساء إنهم يخوضوا كل المشالات وإنهم يكونوا ناجحات نعم نعم للمرأة يعني واحدة من الأشياء اللي قاعدة تنتشر أن حتى حقيبة الخارجية ممكن ونسبة كبيرة أنها ممكن تمشي لمرأة فهل تعتقد أننا كمجتمع ليبي وكجهات معنية في ليبيا قاعدة تحاول أنها تحسن من وضع المرأة وماشية في الطريق الصح أو الموضوع المرأة بالذات ما يتلخصش في حقائب وزرية أو تمثيل بنسبة أكبر بس طبعا إنما يتم إقرار نسبة 30% للنساء في الحكومة الوطنية هو أمر مرحب بي أمر مفرع أن يكون هناك وجود المرأة في وزارات وخاصة أن وزارات فيها بي يعني نطلع شويا من طميط أدوار المرأة في وزارة شكوم الأشياء بلعاقة أو تميطها في أدوار الشؤون الاجتماعية وإنما تكون لها وجود في المطارات السيادي وهو ستح باب بحيث أن يكون هناك أستاء يقردوا النجال السياسي ويكونوا متشجعات ويكونوا موضوعا لكن مسألة دائما وأعيد التمثيل العددي مهم جدا طبعا أيضا يعني تنبع التمثيل يعني وصور المسائل يكون هناك سياسات وقوانين ويكون هناك سياسات وقوانين نعم أستاذ خديجة نجد العددي مهم ولكن نستغل على الموضوع أيضا نعم تسمع فينا كويس أستاذ أسمع فيك تسمع فينا كويس؟ أستاذ خديجة طيب ربما هذا السؤال هو شيء واقعي بشكل كبير يعني أعتقد هناك تناقض كبير في المجتمع خاصة في المجتمع الليبي يعني المرأة موجودة زي ما اتكلمنا وقادرة على كل الأدوار وحتى القيادية منها بينما في الجهة الأخرى الكثير من القوانين القضايا الخاصة بالمرأة لم تفعل ربما أحيانا يكون في بعض العيب أو الاستحياء أننا نتكلم في بعض المواضيع الخاصة بالمرأة إلى يومنا هذا ما رأيك في هذا التناقض؟ وهل هذا التناقض لم يوصل المرأة إلى يومنا هذا إلى أي منصب قيادة ربما؟ بعد تسطق معك لأن مشاركة المرأة على الأرض لم يكن لناك توازن معاها في إجمال هذا الدور ولي يعني إلى هذه اللحظة مزامناك العديد من القوانين التميزية ضد المرأة صحيح بدءاً في حق لكيبات الهيئات اللي يمنحون فيه في أدناءها مروراً في تبرير جرائم القتل ضد النساء والأنف غيرها ما القضايا نعم نعم صحيح بالإضافة من العديد من نصوف هذه النصوف التميزية تحتاج أن حملات قوية لتعديلها صحيح وفي أول ما يجتمع البرنامان لابد أن تكون أجنزة المرأة لتعديل القوانين جاهزة لتعديلها صحيح طبعاً نتمنى إحنا الفترة الجاية ستتخديجة إن شاء الله عيد المرأة متاع السنة جاية نكون فعلياً عيد المرأة هذا للاحتفال بالإنجازات أو الاستحقاقات التي قدرت المرأة اللي بي أنها تنالها وهي حقوق طبعاً في الأخير مش شيء مكتسب هو حق هذا إن شاء الله السنة الجاية نكونوا نحتفلوا بالموضوع هذا وشكراً لك وإحنا أكيد جاهزين لدعم كل المواضيع هذه السادة خديجة إن شاء الله نكونوا في تواصل خلال الأيام الجاية لو في أي نشاطات في هذا السياق نشكروك كل الشكر وكل سنة وإنتي طيبة يا رب وكل نساء لي بيبقى الفخير وفي صحة ودائماً بعطاء مستمر وبصحة جيدة وبنفسية أجمل نشكروك كل الشكر طبعاً موضوع المرأة بشكل كبير إحنا نركزوا عليه في برنامج يومك من وقت للتاني وإنتي تعرفي طبعاً عبير ديما في المواضيع هذه بالدات صارعي طبعاً في حتى في خلالة ليبيا في برامج تانية زي قادرات وزي ككلهم يهتموا هادهم بالمرأة بشكل كبير هذا نظر اللي أهميت المرأة في المجتمع المرأة قادرة على التغيير بشكل كبير في شتى الأمور بالضبط يكفي أنا كوجهة نظر شخصية يكفي أن المرأة يعني إحنا في ليبيا معروف قطاع التعليم هو اللي أسس في أجيال والناس اليوم اللي شادين مناصب كبيرة وهكي في يوم ما ما كانوا يقرب في مدارس لمدارس هدي إحنا نعرفوا أن المدرس الرجل يمشي يوقع ويطلع مياخدش بجدول المدرسة المرأة تلقاها واخدها جدول مرات خمس أحصص في اليوم تكمل الأحصص تروح الطيب لغدة تغدي عيلتها وبعدين توصلهم معي العشية بتضم بعدين في الليل بتقري كان فيه صغار وكان هكي فهذا كلها جهد أدوار كثيرة وبالعكس النساء طلعوا في ليبيا أجيال اليوم قدرت توصل لمناصب كويسة فأكيد المرأة عمود مهم في المجتمع الليبي مضبوط علي لخاطر هكي حنمشو إلى فعالية أخرى من الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة تحت شعار امرأة متعلمة متمكنة تحفظ القيم وتصنع التغيير وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقام مكتب دعم وتمكن المرأة في وزارة التعليم جلسة حوارية حول محو الأمية القانونية للمرأة طبعا مفهوم الأمية القانونية مفهوم جديد وحاليا يتم العمل عليه بشكل واسع الجلسة الحوارية تناولت المشاكل والعرقيل التي تواجه مواصلة المرأة في تعليمها العالي في ليبيا وتخلت الجلسة الحوارية حلقات نقاش حول محاور الجلسة وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم عدد من النساء الرائدات في ليبيا طبعا مش يكون موضوع واضح لنا أكتر حنتكلمه عن الفعالية هادي مع الدكتورة أمال المالطي مديرة مكتب دعم وتمكن المرأة في وزارة التعليم أهلا وسلم بكم أستاذ أمال أستاذ أمال أستاذ أمال أستاذ أمال مساء الخير أستاذ أمال سمعتينها ممكن في مشكلة في الخط زي ما حكينا يعني الأمية أو محو الأمية القانونية للمرأة المرأة لازم حتى تتقدم من خطوة إلى أخرى حتى تصل إلى طموح أو أي أكيد هدف عندها أستاذ أمال معنا أستاذ أمال سمعتينها ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبتين بيك أهلا وسهلا بيكم ومشاهدين الكرام وشكرا لكم على إتاح هذه الفرصة وإن شاء الله كل سنة أيته طيبين وانت بألف خير يا رب وانت طيبة يا رب كل مرأة في ليبيا وفي العالم أزمع إن شاء الله يا رب إن شاء الله شكرا لكم أستاذ أمال خلينا نبدو في البداية من مفهوم الأمية القانونية يعني أحنا بحسب مقدمة الخبر قرينا أنتم خصصتوا الموضوع في التعليم العالي لكن هل هذا كل شيء يعني الأمية القانونية أو فيه جوانب تانية تشملها طبعا شكرا لكم زي ما قلنا وإحنا طبعا إحنا مكتب دعم وتمكين المرأة طبعا ديها بين 2017 وإحنا نشتغل على المرأة ولكن ما اكتشفنا من خلال تجربتنا في العمل المرأة هو إن المرأة ينقفها جانب مهم جدا وهي معرفتها بقوانين وخاصة القانون العمل ومعرفتها بحقوقها واجباتها وإحنا خصصنا هذه الاحتفالية بلعدة جوانب وأهمها تمينا بالمرأة ومحول أمية القانونية للمرأة واطلقناه مشروع ٢٠٢٢١ وابتدأنا فيه من بداية السنة والحمد لله وفقنا في الجزء الأول يعني نفذنا الجزء الأول مننا في ثلاث شهور في الشهرين اللي باتوا وحنيئة وما زلنا مستمرين وإن شاء الله هذه السنة هتكون محول أمية القانونية وأذرنا كتيب صغير هو دليل محول أمية القانونية للمرأة العاملة وعذا يكون فيه تعريف بسيطة المعلومات المفروض كل سيدة لازم تطلع عليها من خلال يعني شن يعني قانون العمل شن هو حق العمل شن هو قانون العقوبات في العمل الإجازة يعني كل التطوير هذه المفروض كل سيدة تقدر لابد على البرأة أن هي تطلع عليها نعم طيب أستاذ أمال لك يعني حضرتك كامرأة ربما الكثير من المواضيع هذا الكتيب يتطرق إلى مواضيع كثيرة تخص المرأة من ناحية القانونية أكثر موضوع بحسب رأيك يجب أن تطلع عليه المرأة خاصة في الفترة الأخيرة ما هو بالنسبة للمرأة العاملة يجب عليها أن تطلع على قانون العمل قانون العمل حتى تعرف واجباتها وحقوقها قانون العمل إعلان لأن حتى تضمن حقوقها وتفحل بعض الأشياء اللي الله سبحانه إلا يعني القانون الموجود فيها يعني مثلاً قانون العمل قانون لم ينفرق بين الرجل والمرأة صحيح قانون العمل يعني أعطى للمرأة بالعكس امتيازات عليها تستفيد من هذه الامتيازات نعم زي امتيازات مواصلات زي امتيازات الحضانة زي فاعة الرضاعة نعم وغيرها يعني المرأة بالنسبة لل وقانون العقوبات هو بين المرأة والرجل يعني فيها أشياء علينا أن على كل مرأة أن هي تعرفها بيش حتى تستفيد منها لأن أي قانون أي قانون غير مفاعل بالنسبة لها يعتبر هو زي الأدات اللي غير مستخدم صح يعني عندك بيت وعندك فيه كل شيء وغير مستخدم هذه الأدوات فهو تعتبر هذه الأشياء لقيمة لها فإحنا حاليا محتاج المرأة أن هي تعرف هذا القانون وتفضل عليه وتعرف ما لها وما عليها طيب هل درته قبل ما تبدو في برنامز هذا درته تقييم لمعرفة النساء بالحقوق اللي ليهم شليهم وشن عليهم خلينا نقوله لنا ديما القوانين هيك على الشخص وعليه ومعاه في نفس الوقت هل درته تقييم للنساء العاملات وشفتوا مدى معرفتهم بالقوانين نعم طبعا درت بالنسبة لنحن كمكتب ممكن زرنا أغلب المناطق في بيبيا شرقا وغربا وجنوبا وخاصة الجنوب والغرب الشرق وصلنا إلى مكان وصل ولكن اللي اكتشفت أن المرأة أصبحت المهمة توفر لهم كورسة عمل ولكن كيف أنها تحاول أنها تضمن حقوقها هذا الشيء بعيد جدا عن المرأة أغلب النساء وخاصة لدرجة أنها حتى العقد التي وفحت عليها لم تطلعها به لم تطلعتش عليها لهذا وجدنا أن المرأة محتاجة إلى معرفة هذه القوانين فلهذا ركزنا على وخلينا أن حتى في خطة العمل وضمنتها حتى في خطة وزارة التعليم هو التوعية القانونية للمرأة العاملة أي لابد من المحو الأممية القانونية عند المرأة العاملة هذا يعني بمهمة نعم عندما تحدث ما قلت حضرتك أستاذ أمال عن الحقوق أو حقوق المرأة في شتى المجالات من ناحية التعليمية هل تشوفي بأن ربما المجال التعليمي المرأة واخد في حقها أو لا أنا سعيدة جدا بالمرأة الليبية من هذا الجانب لماذا؟ أثبتت المرأة الليبية أنها جديرة جدا بهذا التعليم طرحة هي تعتبر أصبحت في أعلى وصلت إلى أعلى درجات العلمية وصلت إلى أعلى درجات إدارية في وزارة التعليم طبعا وصلت إلى أعلى درجات حتى في المناصب القيادية يعني عن سريطة وكلاة وكلاة شوان علمية مثلا عن نساء عامدات عن نساء متيراث مراكز بحثية وهذا لأول مرة تصير في ليبيا يعني أحنا في يوم المرأة العالمي كرمنا الدفتور عائشة ناطف البروفيسور عائشة ناطف هذه تعتبر أول سيدة تولت مركز بحثي علمي في ليبيا وهي بجدارة يعني دخلت مع الرجل ولكن كان في تكافأة الفرص وهي اللي اخدتها بجدارة يعني مش محاصطة أو لأنها مرأة أو لسة أو لا يعني اخدتها بإمكانية هو تحص على جوائز علمية سواء كانت في ليبيا أو خارج ليبيا وعندها براءة اختراع وعندها يعني وهي شخصية وصلت إلى درجة علمية عالية لهذا احنا انشاء الله سنينا سنة حسنة هذه السنة في يوم المرأة العالمي وقلنا ان لابد ان نهتم بالمرأة الفاحثة يعني وقدرنا جائزة هتكون ان شاء الله سنة حسنة في كل عام على المرأة والبحث العلم حلو صحيح والسنة هذه اعطيناه لهذه الدكتورة اعطيناه للدكتورة عائشة ناطف حلو وان شاء الله السنة الجاية ممكن يكون تتخطط آخر يعني سنة ممكن تأخذ المرأة والبحث العلمي في القانون سنة اللي بعدها تأخذ المرأة والبحث العلمي في علم الاجتماع ما بين العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية أو العلوم الأخرى حلو وإن شاء الله وربي وفقنا إن شاء الله يا رب وهذه بالعكس بادرة كويسة هلبة لأن فعلياً في السنين اللي فاتت بدأنا نشوف التطور هلبة سواء عليه فترة من الفترات تم تعيين قضيات جديد في سلك القضاء فغيرها في مكتسبات لازم أن نسلطوا الضوء علىها بشكل كبير لو جئنا احنا تو لازم نظهر المرأة الليبية بصورتها الحقيقية يعني المرأة الليبية المرأة موجودة ليست في المعلمة والإدارية فقط بالعكس ومع احترامي للمعلمات هذو ما هم احنا كلنا مرحلة من المعلمات وكل معلمات صغيرة لكن الحمد لله شغرة على نسها وطورت نسها بحث قادر على أن هي تصوص أي منصف واني من هنا بنقول رسالة لكل المسؤولين المرأة الليبية وجودها المتعلمة المرأة الليبية عليها أن تتقف في نفسها ويتقف فيها الآخر حتى تستطيع أن تصل وهذا وحنا كوزارة التعليم عندنا نجل وناجحة وتقدر كريدة من نوحها لهذا عندنا أكثر من عشر سيدات مديرات إدارة ومديرات مراكز وهيئات وكذا ونجحوا بامتياز يعني نجحوا بجدارة أفضل حتى من الرجال بشهادة الوزير التق ووزير الحال يعني المرأة عندها إمكانيات ولكن تحتاج إلى فرصة تحتاج لفرصة وحتى حاجة ثانية هذا سؤالي الجاي محتاجة لأن هي تعرف شي لها وش نعلاها وتحتاج لدفعة يعني من الأساس يعني هنا يا توب منك أنت يعني من وزارة التعليم وهذا شغلكم يعني في واحدة الدعم وتمكين المرأة في الوزارة يعني في الأساس ليش ما يكونش في المناهج التعليمية أشياء تعلم حتى لو كان المرأة ما كانش عندها طموح أن هي تكون في مناصب وظيفية أو تشتغل حتى لو كانت ربة منزل مفروض أن هي تعرف حقوقها من لما تكون في المدرسة في البداية هل الموضوع هذا مطروح أنه يتم إدخال حقوق المرأة أو واجباتها أساسا في المجتمع داخل المناهج التعليمية حتى ولو بجزئية بسيطة بارك الله على سؤال كبايا ويرحم الله والبيت على هذا السؤال المهم نعم احنا مشكلتنا في جديد يعني مشكلة تربية شن معل مشكلة تربية احنا تربيةنا في المجتمع أن المرأة هي الأم وهي الأكتو هي المربية وهي اللي تقوم بعمل البيت في المنزل وكذا وهذا بالعكد هذه كلها صفات الله سبحانه وتعالى شعر فيها المرأة صح وإحنا من أهم القيم القيمة أو الرؤيتنا احنا كمكتب امرأة متعلمة ومتمكنة تحفظ القيم وتصنع التغيير يعني هذه القيم احنا مش هنتنازل عليها وإحنا كنساء فخورين بيها لأن هذا دور الله سبحانه وتعالى أعطاه للمرأة وكذلك الرجل صحيح فإحنا قدمنا مقترح لمعالي الوزير الثابق الدكتور عثمان قلنا أنه في بعض يعني الدروس اللي فيها صورة نمطية للمرأة يعني مثلا أبي يزرع الحق الأمي تقتل الملابس أو أمي تقتل مش عارب شنو أمي صورة نمطية الصورة النمطية الصورة النمطية هذه حاولنا قدمنا فيها مذكرة لمركز المناهج واتخدوا فيها الإجراء هو بالعكس ألغيت بعض الصور أو الدروس اللي فيها صورة نمطية لائقة للمرأة بالعكس العمل بالبيت هو لرجو المرأة على السوا والعمل في الخارج الحمد لله المرأة تشتغل في الخارج زي هذي الرجو وإحنا كما كتب دعم وتمكين المرأة لا ندعو للمتوى المطلقة لأن المتوى المطلقة هي تضر المرأة أكثر ما تمتعها بالضبط يعني المرأة عندها امتيازات عليها أن ينحظوا عليها ولكن كذلك علينا أن نحن نقيم هذا المفهوم الخاطئ يعني المرأة مثلها مثل الرجل الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز خلق الإنسان في أحسن تقويم الإنسان هو الرجل والمرأة يعني المرأة لا ينقذها شيء بالعكس المرأة هي ممكن الله أعطاها امتيازات أكثر من الرجل وتستطيع أن هي تفكر بشمولية أكثر ولكن ما نقللش من قدر المرأة وما نقللش من قدر الرجل بالعكس إحنا شركاء إحنا شركاء يعني أنا شريكة الرجل في العمل أنا شريكة لك في البيت يعني لازم الحياة هيك باش تستفعها توازم نعم دكتور أمال أكيد يسعدنا وجودك معنا اليوم وكل سنة وأنتي طيبة ورب يعطيك الصحة على هذه رسالتك رسالتك العظيمة في مجال التعليم ودعم المرأة في كل مكان وزمن شكرا لك كل الشكر أكيد طبعا نشوفنا مبادرات حلوة قاعدة تصير في وزارة التعليم لدعم المرأة وتمكنها بشكل كبير وحلو الكلام لخير الجزية لخيرة إن بالعكس في حراك أكثر من إحنا نتصبر على تنميط صورة المرأة بشكل عام وحطانها في قالب معين أو في زاوية معينة أو في زاوية معينة وترويج وهو إحنا فعليا اللي في العالم كله صاير هذا اللي صاير إن صورة نمطية طلعت من شخص بدت تتروج من مكان لمكان لن خلاص رسخت في دماغات الناس ربما حتى كنا زمانة نصغر هذه الصورة النمطية موجودة في التعليم وفي المراحل التعليمية لكن أعتقد بدأت تتغير وإن شاء الله يعني من أهل الأفضل وأفضل أكيد دهال نمشوا الفاصل نمشوا الفاصل فاصل قصير وراجعين معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو المثاق الذي يجمعنا والنصوص التي تحمي حرية وحريتك هو قوانين تضمن العدالة والحرية لك وله المثاق اشتركوا في القناة يجمعوا ليبيا للدراسات المتقدمة ينظم إحياء الذكرى الثامنة والثمانين لوفاة السيد أحمد الشريف السنوسي رحمه الله ويستضيف السيد الأستاذ راشد الزبير السنوسي الشاعر والأديبة وحفيد السيد أحمد الشريف والدكتور عبد المولى الحرير عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بجامعة بنغازي والدكتور أحمد محمد جاذ الله عضو هيئة التدريس بجامعة عمر المختار يدير اللقاء الأستاذ سامي الجوادي على منصة زوم بتاريخ الأربعاء العاشر من مارس 2021 على تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا لمتابعة اللقاء والمشاركة يرجى الدخول إلى موقع مجمع ليبيا لدراسات المتقدمة على الواب وعلى الفيسبوك الحديث حول السيد أحمد الشريف ولادته قيادته للطريقة السنوسية جهاده ضد الاستعمار مغادرته ليبيا نشاطه خارجها المهام التي تولاها إقامته بمكة المكرمة وفاته وإضاءات على مؤلفات السيد أحمد الشريف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افضل في قيادة السيارات اشتركوا في القناة 60% للذكور وقالت الدراسة أيضا أن الإناث أقل عرض للشعور بالغضب على الطريق من الذكور لكنها أشرت أيضا أن تلك السائقات القلة واللواتي قعن فريسة للغضب على الطريق يكون وقع غضبهن أشد من وقع غضب الدكور بالمقابل الدراسة لقدت أن نسبة السائقات لنا ثلواتي يضعنا دائما حزام الأمان أقل من الذكور على الرغم من أن القانون ينص على استخدام أحزمة الأمان طوال الوقت القائمون على الدراسة قالوا أن السائقات النساء رغم عدم التزامهن الدائم إلا أنهن يفهمنا بشكل أوضل أهمية استخدام أحزمة الأمان في المقاعد الأمامية وأيضا المقاعد الخلفية طبعا الدراسة تناولت نقاط أخرى لكن أكيد اليوم اخترنا لكم هذا القدر من النقاط الخاصة بأكيد المرأة والقيادة لا لا الدراسة صح صحيحة مخرجتنا لا أنام نسكت وبخلي الشباب في الجلل يتعلوا أنتم عزقهم لا لا ما فيش تعليق هو تعليق واحد هو تعليق واحد لأن كلهم يسوجوا وكلهم متحضين لمواقع هو تعليق واحد النساء بشكل عام يسوجوا بشكل كويس على الأقل ما عندهمش عصابية بشكل كبير ملتزمين زي ما شفنا في الدراسة والدراسة هي اللي أثبتت وشاهدة على هذا أنا بنسأل عبير توفي السياق هذا مجموعة أسئلة عبير لو جاتك مكالمة يعني في اعتقادك أنت مهمة هل ترد علىها في الطريق أو لا؟ لو مهمة جدا ردت لو مش مهمة مش هردت طبعا الليفل الأهمية وين؟ أكيد العائلة أنا صحبتك تريد تحكي للقصة فردت على الألازم مستحيب لا 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 لو مكياجك تخربه تريد تعدليه في سيارة تعدليه لا طبعا مستحيب لا لا بشكل عام أثبتت المرأة بجدرتها في القيادة يعني بالتجام بكتابة لا بس لأنه يسوقوا بشوية بشوية لكن يعني أنه مفروض ديما زمان لا هو مش إنه مشه لكن زمان ديما تخيل أنه مفروض المرأة يديرو لها طريقي كيلونة بينك في الطريق بينك شمانة بينك تبدأ يكي ماشية فيه بروحة يعني تخضر حتى أكتر يعني ربما هي النظرة عامة أكيد يعني أكيد المرأة تخطئ حتى الرجل أحيانا يخطئ في القيادة فالموضوع ينطبق على الرجل ومرأة في اعتقاد نعم 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 شوية من الفعاليات ولي غاب نبعث لا سلام تريد الحق ساكن في الكنيب غلي نجواج لازم نيل زاب يا من يا علي ولي الفرح يزي يا من يا علي يا من يا علي يا من يا يوم الفرح عنا ذي جمعية كل الناس التنى نحن كرموا أكثر عن هذا المهرجان الجميل مع ضيفنا الأستاذ مختار القوة رئيس اللجنة العليا لمهرجان الغرفة للفنون والتراث في دورته الرابعة مساء الخير أهلا وسهلا بك سيد مختار مرحبتين بك أهلا وسهلا وأنت نستنا أيضا شفنا ماشاء الله الأجوام المهرجان كيف كانت ورب يعطيكم الصحة يعني الناس محتاجة حاجات زي هيك في الوقت الحالي طبعا هذه الدورة الرابعة لكن كلمنا شوية المواضيع التقنية هل قدرتوا هو نفس الوقت هذا من كل سنة تدير فيه في المهرجان هذا والسنة هذه كانت مختلفة شوية بسبب الظروف مكتبة وإذن كظر المعرجانات. المعرجان غريبون الدولات من دورته الرابعة. المعرجانات هذا من غارب من دورته الرابعة. ١٦ كانت الدولة الأولى y ١٣ كانت الدولة الثانية. ١١٨ كانت الدولة الثالثة. رغبت دولة ١١٢ ننبيزة الدروف لها الدولة والكورونا. الان نحاولنا ان يكون غير آآ عن صادقاتها ويكون معرجان فائلية ويكون معرجان غطرة. الحمد لله تمكننا بالقاطة المعرجات كان يعني قبل يعني يكون قبل في بداية ديسمبر بداية ديسمبر من كل سنة لكن نتيجة للظروف نتيجة اللي التنسيق والتنسيق مع الجهات الداعية والراعية اللي نحن الوجان لمدينة طراطس وكان المدينة الطراطس هي الان يعني الداعمة من اول من كان يعطينا قرار من المعرجات الغريفة في المدينة لأنه في الشريط ما نتفكر من دعما من الغريفة لأنه حولنا كل جهات راهية لأنه دائما حتى تنظر من الله تحديد دورة مارس ربما هذه الدورة الرابعة أستاذ مختار هل كان في أنشطة جديدة ربما لم تكن في السنوات الماضية نعم هذه الدورة حولنا أن يكون متميزة عن دورات السابقة ونركزنا أن يكون كل لوحات الفنية داخل المعرجات الكولتوراتية فنية أصلا من أهل المنطقة من أهل الجنوب نعم وفي منية الفعاليات المعرجاء كانت متنوعة جدا جدا في مدرة الصباحية في اليوم الأول تم ارتتاح المعارض المعارض المغتلات الشعبية والإجراءات التقليدية والحياكة والتطريج والمعارض الحلو والحار طبعا لا يقدرون عليكم والتطريج المدني من كامس الحالية كانت مشاركة معنا في المعرجان الساعة الرابعة من أول اليوم تم الإطلاق الرسمي وإعطاء الإذن الرسمي مثلنا أمامك هنا في الشاشة لمدر المعرجان ليشعال الشعلة لإطلاق المعرجان رسميا الحمد لله الحمد لله الحدور السيق تبيزت الفرص الفنية والمشاركات السباقية من داخل المدارس المنطقة المنطقة الموجودة من خارج منطقة طبالي الحمد لله اليوم التاني كان مفتتاح المدينة القديمة الذي تجسد الحياة اليومية لمدينة غريفة الذي تعنى بالمختيات الشعبية واللعاب الشعبية والمزرعة الثانية كما نظره هنا والطرات العرس الفزاني والطهور وكل ما يتميز أهل المنطقة فيه هذا الوقت على الضمان الساعة الخامس كانت لنا ندل التقافية تعليف المنطقة للغريفة وتقافة الغريفة في قطرة الليلية كانت الحفل من الساعة تميز هذا الحفل بحضور خلق المشاركة عن جميع الحالية طبعاً من مدينة سبا كانت تميز بقصة سريام أو كانت تشارك إليها على مرس والجنوب كانت معنا في هذا المعرجان اليوم التالي كانت انطلقنا لأن تكون لدينا مشاركة ونبيات الحروسية والمهاري ونجاة التاريخ في قطرة الخامسة تم تنبيع الشهاية عن المشاركين والأدرع للجهاد الرأي والدعم لهذا المعرجان في قطرة الليلية بالأمل كان لدينا حفل ثانية ساعة أيضاً من المعرجان أنا أولاً يقول إن المعرجان تميز عن صديقات وكأنها تفعليات كلها جيدة ومتازة جداً يعني الآن كل من فيكان أهم المنطقة مش أهل غريبة فرحوا بأن يكون معرجان زيادة المواطن كما تعرون في الجنوب يعاني يعاني من أي شي يتعم المواطن حوقنا أن نركز الدعم النفسي للجنوب يعني الدعم النفسي لهذه المعرجانات مثل توجهنا إلى جهاز اللي تكون رائعية أو جائمة لهذه المعرجان اللي هي مرضة اللي هي العامة للتقاطة حتى لا تكون دية اللي تكون رائعية لهذه المعرجان أو تغفر عليه ملايين كما نعصرها لكن الحمد للأسف الشريط لم نصنع إدارة ضغية لتعبط هذه المعرجان في الجنوب الحديث نعم خلينا نسألك المعرجان كيف تم إحنا بحسب الصور اللي وصلتنا وتوقع قاعدين نشوفها إحنا والمشاهدين على الشاشة أغلب الفعاليات أو كلها خلينا نقوله نشوفوا فهنا هي في الخارج يعني في الهواء الطلق هل كان الموضوع هذا بسبب كورونا أو طبيعة البرنامج وشكله الأساسي كان هيكي هو في الخارج كله نعم نعم يا أخي إحنا حبينا حتى لما توجهنا إلى جهاز ذات الاقتصاد كان دائما العاقل يكون لهوة الكورونا وجاحة الكورونا حبينا هنا يكون معرجان منذ الميزن كما تعرفون إحنا لدينا جنوب هواة طلق نعم لدينا أي أماكن نفتوحة حتى المعارض في تاليوم كان المعرجان كان في الخيم يعني كان مفتوح لا كانش داخل الأرواق كما يكون قبل نعمله فيه حبينا نكون معرجاننا كل مفتوح طبعا كما تشوفوا أمامك من هذه الكمامات موجودة اللاجئة التعقيم موجودة قياس الحرارة موجودة الحمد لله شكر للجنة التي طرفت هذه الجائحة في بلدية تفريحة لهم بالشكر أيضا لأن الأحمر كان حتى دائما معنا في وقفنا في الجائحة بارك الله نعم عندما نتحدث عن أهالي الجنوب أستاذ مختار نعلم بأنه يعني ربما تميزهم البساطة بحكم المعيشة هناك يعني هل كانت يعني ربما البساطة تميز هذا المهرجان؟ نعم المهرجان أهل الجنوب كما تعلمونه أهل منطقة الغريفة نعم كانت كأهل بطضاء يعني تحافظوا بطضاء تحافظوا بطضاء تحافظوا بطضاء كل الناس محاضرين بجميع الحالية نعم تعملنا معهم أن يكونوا أفوا معنا في أحيان شبهات حتى سلمنا لهم مفتحيات شبهنا المعيشوا معنا كانتم أهل بطي وأشم الضيور نعم 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 حتى المشاهد ورتنا حاجة ثانية تقريبها لكل ملتزم بزي الليبي أو زي المنطقة وهويتها هل هذا كان شرط منكم أن أنتم تكملوا صورة المهرجان؟ أو هذا اجتهاد من الناس لأنهم حابين يكونوا جزء من اللي قاعد يصير؟ نعم منذ رئاسة المهرجان منذ رئاسة المهرجان وأعطى لي تكليم رسمي من المجلس البلدي بغريفة برهاية المهرجان أنه اللجنة معي أكرت عليها بأول اجتماع تحضيري أن نلتزم جميعا بالزي الليبي يعني زي اللي بي يجرسل الفنون والقلاص لأهل المنطقة التغريب هذه ذكرتنا عليها وحبتنا أن تكون جميع مشاركات كما يدرون الآن نعم من الفنون أهل الجنوب نعم بصراحة مهرجان كان جميل جدا ومشوق وأجواء رائعة لكل أهل الجنوب ولكل ليبيا بهذه الأجواء ربما ننشر ثقافتنا وعداتنا وتقاليدنا نعم تفضل شكرا لك شكرا لك نعم رغم أني عندي ملامة على القنوات الليبية يعني بأسف الشريط مثل هذا المشهود لن يضيح فعنك من توران يعني ناخذ ثمن المناسب الثانية أو الثانيتين فقط لكن أتمنى من يستمر في الآن أن يركز على مثل هذه المعرجانات صح أن يكون داعم لنا بلقل حط الصورة مباشرة لأهلنا في الشرق أو في الشمال ليعرفوا أن أهل الجنوب لا يريدون فراف طبعا يريدون الكراسي بل يريد أن يعيشوا في إرخاء وفي أمان يعني الجنوب على أن يتجزوا من الليبية يعني الآن كما نرى المسؤولين يتقاتلون على الكراسي ونحن لا نلعب بها نعم نحن نحتاج لمن يبعدنا لرجاء التوراة التي لطالما ينبتر في هذا الوقت نعم أنا في نهاية الكلامي أن تركز على أن أشكر شيئات راعية والدعم لدي المعرجاني بأمانة كانت لها وقفة جازة كما ترون الآن هذا العمل لم يكن في تجهود أهل المنطقة فقط لكن كان بشيئات راعية ودائمة على راسم الموسطة الليبية لحليب السلط المترابة أيضا الموسطة الليبية للإعلام أيضا الشركة العامة للنفرط نعم كانت فيها صباقة أيضا دائمون بسيطون لهم موسطة الليبية شركة السام أيضا شركة البيانة كان لهم يدعمون أيضا المجلس البلد الغريفة كان صباق أن يكون دول بصمة لهذا المعرجان أشكرهم وأشكر كل من كان معنا من شباق الأهل المنطقة من شيوك من رجال من نساء أشكر الجمعات أجمعياتهم منظمات المشترع المدني أشكر الضيوم الذين صاحبوا وتحملوا بشاقة صفر أن يكونوا معنا في الغريفة أتمنى في الأعوامر القادمة أن يكونوا معنا أنتم إن شاء الله أكيد هذا وعد أكيد سيد مختار وربي يعطيكم الصحة على المعرجان هذا وبشكل عام فعليا أنت نقطة الإعلام اللي اذكرتها كان فيه تقصير نوعا ما ربما للظروف اللي في البلاد وهكي اللي بين كلهم يعرفوا أن ديما فرحة ليبيا تجي من الجنوب يعني كلها لو جمعنا الأشياء اللي صارت في تاريخ ليبيا وهكي ديما تليات طالع من الجنوب أو صارت في منطق منطق الجنوب فهذا كل اللي بين تصور يعرفوا لكن إن التغطية ربما لظروف معينة كان فيه تقصير لكن احنا معاكم وأي حاجة فعالية تصير وهكي هكيد هنغطوها باللي نقدروا عليه إن شاء الله وشكرا لك سيد مختار على وجودك معنا شكرا لك وتحياتنا لك ولكل أهالي الجنوب هنمشوا لموضوع آخر ربما يعبر عن الإرادة والعزيمة نتكلم اليوم عن الحاج محمد طبعا تمثلت حكمة أطلب العلم من المهدي إلى اللحد هذه قصة الحاج محمد اللي حنشوفوها بعد شوي محمد أصد حاج ليبي يقترب عمره من ثمانين عاما التحق بالدراسة الجامعية من قسم القانون بالجامعة المفتوحة طبعا إقدام الحاجة على عرفات الخويطة إقدام الحاج محمد دعلي نيل شهادة جامعية بهذا العمر خلاه بنموذج بحيث أو يحط الشباب اللي هما أصغر منها سننا عليه طلب العلم والاجتهاد في التحصيل العلمي أكيد هيكون معنا الحاج محمد السيد الحذاري ونشوفوه معنا على الخط حاج محمد مساء الخير نعم أهلا وسهلا بك حاج محمد أهلا وسهلا أهلا بك الحمد لله أنسنا أهلا وسهلا بك حاج محمد في الأول منين جاتك فكرة أنك أنت تكمل جامعة وتاخد شهادة جامعية؟ نعم كيف خطرة عليك الفكرة أنك أنت تسجل في الجامعة المفتوحة وتاخد شهادة جامعية؟ والله بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا نعم طبعاً أنا في الأسرة فخيرة ما تمكنتش نكمل دراستي يعني بالوضع العمري أهلا 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 ما تمكنتش المهمة يعني خريط الدبلوم العام للبعلمين في البداية وبعدين خريط الدبلوم الخاص لل اللغة العربية نعم وبعدين تحقق بالجانا كويس حلو نعم يعني خريط الدبلوم الخاص لل اللغة العربية في البداية لكن بعدين ما شاء الله لازم ناخد القانون نعم 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 ما شاء الله والحمد لله نشترك المرحلة بأون الله الحمد لله بصراحة يعني العزيمة والإرادة والتموح أنك أنت حاب توصل حتى لو كان ربما العمر ربما أكيد هو يكون في النهاية رقم فقط يعني كل شيء واضح بعزيمتك وإرادتك وأنك أنت دايما منك إحنا ربما نستمدوا القوة ونواصلوا المشوار حتى لو كانت السنوات بنا أو مرت بنا سنوات كبيرة طيب الحاج محمد يعني هل ممرتش بموقف ربما في يوم الأيام أزعجك تعليق ربما في نفس الشيء؟ بالتسبة لرسولنا محمد أتنم ذا الله تعلمه من الماضي مزبوط مش شرط يعني الإنسان يجرأ الصغير لا والذي يموت ويجرأ صح أنا بالنسبة للوضن العربي يسيب الجراسة لهذا السبب أصبح متأخر صح لأن الخليج للمحيط متأخر عن ركب الحضارة مزبوط السبب ها عدم الجراية صح اللي يأحد داب لهم خلاط يسيب ويقول لي لا تبدأ بالنسبة لي نبدأ نتعلم نبدأ نتخم الحياة يعني نتخم الدنيا شيء فيها بالظبط نعم نعم دخلت أنا الجاني على الطوحة والحمد لله الحمد لله ماشي عند الأمور الحمد لله طبعاً هذه فعلياً النقطة اللي تكلمت عليها يعني حتى لو كان سيبوا الجراية وحاولوا يطوروا نفسهم حتى برانا شهادات علمية وهكي نقولوا ها نماشي الموضوع لكن هما يسيبوا في الجراية ويسيبوا أي شيء ليع علاقة بالجراية حتى تتقيف نفسي شخصي معدش فيه حاجة محبدة نتوني بنسلك على موضوع كيف تعملت مع المناهج والمواد اللي كانت في تخصص القانون يعني اليوم حتى خلينا نقولوا أن هما مثلاً الصغار لما يخشوا الجامعة وهكي مازال وقتهم فاضي ما عندهمش التزامات بس قريتهم وتلقى يخش القانون يقعد فيه بدل الأربعة سنين يقعد بالسبعة وثمانية سنين طبعاً صعوبة المناهج ما فيش وقت أنت مع كل التزاماتك كيف لقيت المواد اللي درسوا فيها؟ هل كانت سهلة بالنسبة لك؟ والله الموضوع احتاج منك جهد إضافي نعم نعم سألتك على المواد اللي قريتوها في القانون هل كانت سهلة بالنسبة لك؟ سهلة بالنسبة لك؟ نعم هي مادة واحدة بس هالي ايه؟ 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 مادة واحدة مادة واحدة مادة واحدة هذي اللي كانت صعوبة هذي اللي كانت صعوبة خلاص باهي الحمد لله ليش اخترت القانون حاج محمد؟ ليش تحب القانون؟ او هل كان عندك من الصغر منذ الصغر ميول تجاه القانون؟ هو القانون مشغول هو القانون معطيق الحقوق صح معرفة الحقوق نعم لأن فيه قانون القانون ريحة بالنسبة نبي نسهم القانون وروح القانون حلو الحمد لله تمكنتنا نفسك معنا القانون وروحك باك توكى شهادة بدت عندك هل تفكر انك انت تمارس مهنة القانون حتى في الحياة العملية بالشهادة هذي؟ ولا لا مجرد انك انت اخذت شهادة وحتى تبي تفهم ووصلت الهدف متاعك وبتوقفه هناك انا بالنسبة لي انا مدرب تانية بشريعة ماشاء الله نعم هيوصر في الهدف نبي نسهم القانون حيلا حيلا وبعدين نسعم يانا مراقب الانتخابات عالمي اها حيلا نبي نسهم القانون ما نحطاش انا ونفهم الناس ان هذا خطأ وهذا صحيح نعم طيب شن حاب تقول لنا اليوم أو شن حاب تقول لكل الشباب بعد أكيد وصولك للهدف أنك أنت حاب تكمل الدراسة حتى زي ما نقول لآخر العمر كداش أهمية الدراسة والقراءة وتثقيف الذات في كل المراحل العمرية من الإنسان بالنسبة لشباب الليبي بايع لكن شباب اللي في الوقت العربين ربما بعض الأباكات في الأردب مثلا يقدر يدره ولكن بالنسبة لشباب الليبي بايع اللي حصل لشباب دراسي بسيط خلاص يتوقف عن علم نعم طرفا هذا بالنسبة لآن ليبيا محتاجة إلى فكر محتاجة إلى فكر كيف يقدر يمشي تول أنا بالنسبة للكونه دولة كان مصرار يعني كان مصطار يتكلمه فأنا ليس صحيح هذا نعم نعم صح صح حاج محمد عندك الحق نحن نتمنى رسالتك هذه تكون وصلت ونتمنى حتى أنت تكون معانا لأيام الجاية يعني بمنك أنت حتى مدرب تنمية بشرية فأكيد عندك ما تفيد سواء الشباب أو حتى الكبارة أو أي شخص عندك ما تفيده فأنتمنى أنك أنت تكون في تواصل مستمر معانا وتكون موجود معانا في حلقات تانية من برنامج يوم وكنتمنى لك التوفيق وطلب مني أنك أنت متوقفش هنا كمل حتى دراسات عليا في القانون أو في غيرها أعرفت القانون أكيد في حاجة تانية تقدر تكمل فيها فأنتمنى لك كل توفيق حاج محمد وربي يعطيك طولة العمر وتوصل لكل ما تتمنى إن شاء الله يا رب ودائما بصراحة عالي يعني لما كل ما تزيد تدرس أو تقرى في أي مجال صح عن مجال تاني كل ما تزيد عندك رغب أنك أنت تدرس أكتر وأكتر وأكتر إن شاء الله يا رب يمكننا إحنا أمثلة زي الحاج محمد في الدراسة والعلم والإرادة أخير ما قلتيني شاء الله أنا قلتك لنا نتمنى أكيد وليقولي الشباب الليبي أكيد أكيد طبعا هي فعليا التحصيل العلمي ما يوقفش في مكان معين سهلا مش شرط حتى تحصيل علمي أحيانا لكن العلم بشكل عام حتى من كتاب حتى من رواية حتى من هيكي مضوش بالذكر بالضبط حتى من اليوم بدي فيه الانترنت في نفس الوقت التلفزيون تقدر تقرم الانترنت أي شيء تحب أي مجال موجود بالضبط واليوم بحسبنا نشوف حتى في أماكن تانية من العالم حتى مقابلات الشغل وكيحنا مثلا في ليبيا ديما ينقصنا حاجة إن إحنا الليبيين ما تلقي مش موجودين هلبة بره ليبيا في من ناس ووصلت وخلت بصمة لكن مش يعني مثلا تمشي لأي دولة في العالم تلقي فاتوان سنصار وغيره غيره وتلقيهم زير روز زي ما نقوله إحنا بلاجتنا العامل لكن إحنا تلقي واحد اثنين ثلاثة بس ليبيين في بيئة مليانة من كل الجنسية السبب هذا طبعا لأنه مش لأنه هم اللي بيين أقل أكيد أو لا لكن خلاص يوقفوا عند حد معين ويوقفوا عند وقفوا في المكان هداك فلا طوروا من نفسكم كل العالم اليوم بدي يشوف عليه قداش الشخص عنده كم تراكم من المعلومات ومن الخبرات فحياته وهذا كده شي مكتسب مش من مقاعد الدراسة بس لكن حتى من قداش الشخص يتابع قداش يقرأ وهلو ما جره أكيد ما فيش حاجة سهلة في الدنيا دائما أي تعب وراه نتيجة جميلة جدا دائما نقول بأنه نحن من نصنع الظروف أو نحن من نكون أقوى من الظروف مش العكس لأن ربما في تجربة تجربتي أو تجربتك أو تجربة الكثير من الناس دائما الإنسان يكون أقوى من الظروف حتى يستطيع أن يكمل حياته بالشكل الصحيح أكيد طوان عبير طبعا حنخلوا الناس يرتاحوا شوية قبل ما يرجوا لجلسة مجلس النواب تاني نشوفوا كلنا قاعدين نستنوا نشوفوا شين يصير فاها وإن شاء الله يطلعوا بحاجة فاها خير للبلاد والأعباد والمواطن ونكملوا الوضع اللي احنا عايشين فيه من السنين ويكون الجاي أحسن بإذن الله بإذن الله علي نخلوكم مشاهدينا مساءكم أسعد وإن شاء الله يارب نشوفوكم على الصحة وخير في حلقة أخرى إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة